اشتركوا في القناة وعظم الله أجوركم جميعا وإن شاء الله أنه ربنا بباركيكم بمالكم وعيالكم وصحتكم وبيعطيكم ليرضيكم طبعا القمر موجود زي ما حكينا بما أنه توقعتنا اليوم الجمعة 12 أبو أغسطس القمر ما زال موجود بدلوا لغاية ساعات المساء بعدين بدوا ينتقل لبرج الحوت القمر الآن موجود في منزلة سعد الأخبة وهي للحماية والضرر والضفر والعقد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 54 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة وبما أن القمر موجود لغاية ساعات المساء في برج الدلو معناته من الشعر أن بحاجة ماسي للتغيير الروتين هو عدو هاي الوضعية منكون ودودين أكثر ومننشط اجتماعيا ومنرغب بالانضمام لنادي أو مجموعة من الرفاق وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادة بشكل منطقي أكثر من إنه عاطفي وبوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة الشعر مثلا أو معالجة الشعر أو أي أمور إلها علاقة بالشعر أو شراء أجهزة إلكترونية أو تجربة طعام جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا بداية زاوية جديدة هي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين بلوتو وهاي رح تبدأ اليوم 12-8 ورح تستمر لغاية يوم 18-8 ذروتها يوم 14-8 في ساعات المساء يعني ساعة 9-51 دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي زاوية بتجعلنا شوي هيك نبدو كأننا خجولين أحيانا ولكن ممكن نرد على أي شخص ممكن يثيرنا بعنف شديد جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين نبتون وهاي رح تبدأ تأثيراتها زي ما حكينا بدأت يوم 9-8 رح تستمر لغاية يوم 14-8 ذروتها كان يوم أمس بيكون لدينا تركيز عالي الدرجة وممكن أنه نكشف أي شخص بحاول الكذب علينا أو خداعنا كما أنها هاي زاوية بتدفعنا لحب المغامرة أو التحمس لفكرة ما أو ممكن أنه نحقق إنجازات علمية أو عملية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ما زالت تأثيراتها موجودة لغاية 15-8 هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهاي حكينا أنه من الزوايا الثقيلة بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات أو الانقلابات العسكرية أو الاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال الضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبالدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهي طبعا تأثيراتها لغاية يوم 18-8 هاي زاوية بتخلق مصاعب وعرقية اللي بتحتاج منها إنها نبذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية تزديس إيجابية منفصلة لغاية يوم 2-9 وهي بين نبتون وبين بلوتو وهي بتسبب عودة وضعية قديمة كان أو شخص كان قديم في حياتنا أو شيء قديم في حياتنا بيظهر على الساحة وهذا الشيء بيدعم وضعنا بشكل أكبر أما بالنسبة للزاوية السريعة اليوم فطبعا أول زاوية هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين أورانوس وهي رح تكون الساعة 12.47 دقيقة بعد منتصف هذه الليلة اللي هي الخميس على الجمعة هاي الزاوية طبعا رح تستمر لغاية ساعات العصر من الآن هي تأثيراتها بدأت ورح تستمر لغاية ساعات العصر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اكتمال القمر بدر هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين الشمس اللي عادة اللي رح تكون هاي ساعة وحدة وخمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية تخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في تمام ساعة خمسة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج طبعا تأثيراتها من ساعات منتصف الليل لغاية ساعات المساء من واجه مصاحب عرقية اللي بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وان لا نعتمد على الحضود أثناء هاي الزاوية يعني هاي الزاوية تأثيراتها للمساء فبيفتقر بعض الشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجعوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 و6 دقائق مساء ضهرا طبعا تأثيراتها لغاية ساعات المساء ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمر غوتيني فمنكم بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مساء منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط عاطفيا بثور ثورة عارمة من الغضب طبعا نحن ذكرنا للمساء ولكن تأثيراتها هي من ساعات الصباح لساعات المساء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ ساعة 11 و6 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 6 و43 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا يستقر القمر بعدها في برج الحوت هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحوت ويعمل زوايا إيجابية وطبعا تأثيراتها كلها رح تكون من بعد منتصف الليل يعني في حلقة الغد رح نذكرها استقراره في الحوت رح يكون الساعة 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش فمن هنا بتبلش تأثيرات الحوت علينا بتلعب الناحل الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتدمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام وبوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى أو شراء زهور أو اختناء آل التصوير بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسي اليوم بطة الساق والكاحل والساق وتر العرقوب عضلات الساعد وهرمونات الغد الدرقية أما في ساعات المساء فطبعا اللي هي لحظة ما ينتقل القمر للحوت بصير عنا نقاط الضعف القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وهرمون مسكن الآلام وهرمون المساعد على النوم اللي هو الاندروفين والميتالونين هذول الهرمونين عشان هيك يبي من ساعات المساء بستبلش مراحل الأرق اللي هي قلة النوم ازعاج بالنوم تشعر بالكوابيس بأحلام مش مفهومة اللي بكون عنده أوجاع بشعر بالآلام زيادة عن الوضع الطبيعي فهذا شيء بسبب وجود القمر في برج الحوت بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها أول أمر ثاني أمر إنه الأشخاص اللي بأخذوا أسبرين أو مميع دم أي نوع كان كليكسان نيوهيب أو أسبرين أو أي واحد من هدول لازم إذا عنده عملية جراحية يبلغ الطبيب بهاي الأدوية ما ينسى لأنه هاي الفترة باكتمال القمر عادة تكثر حالات النزف أو النزيف فعشان هيك لأنه في سيولة عالية بتصير وتدفق عالي في الدم مع اكتمال القمر لهزي مد البحر لأنه تتمدد السوائل حتى في الأجسام البني أدمين فعشان هيك يعني عادة العمليات الجراحية الاضطرارية في اكتمال القمر إحنا بنحكي أوكي ولكن إنه العلميا الآن بلشوا يقدروا يسيطروا على هاي الأعضاء أو على هاي الحالة من النزف اللي هي بيعطاء أدوية لها علاقة بتجلط الدم على أساس أنه ما يصير نزيف أو معالجة النزيف إذا حدث بالنسبة لهذا اليوم طبعا مناسب شيئا ما مش بشكل قوي جدا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أنا ما بنصح فيها ولكن منه يعني احتمالية الخطأ قليلة جدا يعني ممكن تصل لخمسة لثلاثة في المية فقط من الأشخاص اللي بيعملوا عمليات التجميل ممكن ما تكون ناجحة فعشان هيك يتوجب علي للأمان أني أقول لك أنه جيد ومش جيد يعني فيها مغامرة هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح للأمور التجميلية والحنة الأمور هاي ولكن لا يصلح للقص العلاجي أما بخصوص الحجامة فطبعا الحجامة اليوم هذا أوجهة فهذا اليوم المناسب القوي لعمليات الحجامة يوم 12 و13 ويوم 14 بما أن القمر موجود في برج الحوت أو رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الأحد أربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة ثلاثة وعشر دقائق عصرا ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المكتمل عمره خمسة عشر يوم في تمام الساعة ستة واربع تاشر دقيقة مساء بيصبح ستة عشر يوم نسبة الإضاءة مية في المية أوصلنا لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس طبعا موجودة بالأسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية منتحسة الآن هي بنسبة تسعين في المية في ساعات المساء بتنزل نسبة النحوسة لغاية ستين في المية القمر في الدلو بدي ينتقل للحوت ورح ينكث في الحوت لغاية يوم أربعة عشر ثمانية طبعا هو الآن منتحس بنسبة خمسة وسبعين في المية في ساعات الظهر بيصير منتحس بنسبة خمسين في المية في ساعات المساء بتنزل نسبة النحوسة لغاية عشر في المية عطارد في العذراء حتى يوم ستة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في الأسد حتى يوم 5-9 طبعا اليوم ترتفع نسبة السعادة إلى 85% المريخ في الثاور حتى يوم 28 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% ورانوس في الثاور حتى يوم 24-8 يسعيد بنسبة 15% نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18-10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا لأصدقاء اليوم يعني من الآن لغاية ساعات المساء ومنكم أشخاص ممكن يتلقى دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة حاول إنك اليوم إذا أنت بحاجة لمساعدة إنك تطلب المساعدة وما تتردد برضو إذا في شخص طلب منك مساعدة في نوع من أنواع التحالف ما بينك وبين بعض الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم إشي اليوم الوضع الإجتماعي جيد أهم إشي إنك ما تعصب ما تفرض سلطتك على اللي حواليك الأجواء تقريباً بتكون شبه إيجابية حاول إنك تستغلها اجتماعياً وتخرج للقاء الناس حاول برضو إنك تنجز كل الأمور المهمة والضرورية قبل ساعات المساء بدون اتخاذ قرارات طبعاً في فترة خلو المسار ولكن في ساعات المساء الأجواء رح تصير شوي صعبة لأن القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فهنا فترة فيها صعوبة يعني بتلزمك الانتباه أول شيء لصحتك وما تتخذ فيها أي قرارات حاسمة برج الثور بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل حاول أنك تقدم أفضل ما عندك لأنه ممكن اليوم إذا اجتهدت أنك تحقق إنجاز أو تحرز نوع من أنواع التقدم المفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو قلق عائلي حول حدث معين أو شخصي المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية يعني شوية في نوع من أنواع الصعوبة يفضل إنك ما تغامر وما تجازف وما تشوه سمعتك في ساعات المساء القمر رح ينتقل لبيت العلاقات الاجتماعية والأصدقاء فهنا بتنشط بلقاء أو الاتصالات ما بينك وبين الأصدقاء وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفل أو مناسبة سعيدة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً ما زال القمر موجود في البيت التاسع لإلكم فبتنشطوا في أمور السفر والاتصالات البعيدة أو ممكنك تشاركوا في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن تلتقي بوجوه وأراء وثقافات مختلفة الأجواء اللطيفة بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل وبإمكانك أنك تعزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة هاي مثمرة على جميع الأصدقاء حتى زي ما حكينا على مستوى الامتحانات فهذا يوم مناسب ولكن مش كثير تعتمدوا على الحضوظ خلال هذا اليوم بتكونوا مستعدين لكل الأمور في ساعات المساء القمر رح ينتقل للبيت العاشر هنا ممكن أنك تعززوا علاقاتكم مع المسؤولين ولكن هذا بيت السمعة حافظوا على سمعتكم بدون مجازفات أو مغامرات واضبطوا أعصابكم ويبعدوا عن المواجهات قدر الإمكان برج السرطان بتعيدوا اليوم تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بيناسبكم إطالة الخلاف والزعل حاولوا أنكم تسارعوا لتقريب وجهات النظر باستطاعتكم إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن أنكم تناقشوا موضوع بيتعلق بإرث أو موضوع مالي أو موضوع مثلا قرد بنكي أما في ساعات المساء فبصير عندكم نشاط عالي جدا على مستوى الاتصالات البعيدة أو أشخاص خارج البلاد أو مع أجانب أو حتى الرغبة أو التحرك باتجاه السفر ما برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم ترغبوا في تدعيم شراكة لأن القمر ما زال موجود مقابلكم لغاية ساعات المساء فعشان هيك تعزيز العلاقة مع الشركاء والفترة هي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وما بينفعكم أي شيء له علاقة بالعصبية فاليوم حاول أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك لا التوتر والجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات في ساعة المساء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة بيصير في نوع من أنواع الفرص للمكاسب اللي بتيجي من شراكة أو تعاويد ولكن من جهة أخرى بتكون تديروا بالك من أي شراكة مالية جديدة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا العمل بدأ يتراكم عندكم لأن القمر بدأ في مراحل المقابلة فببدأ يتراكم تدريجيا حاول أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بدك تنتبهوا لغذائكم وراحتكم حاول أنك ما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بالتراكم كونوا أكثر تنظيما وأحسنوا إدارة الوقت وتجنبوا إثارة العدوات وإهمال وضعكم الصحي وحاولوا أنك تأخذوا قسط من الراحة ويهدأوا كونوا عند حسن الظن أما في ساعة المساء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذه فترة مناسبة للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بيمكنك وتعززوا العلاقة مع شركاء شركاء المال أو العاطفة ولكن ما بينفعكم لا العصبية ولا المشاكل ولا التوتر في هذه الفترة لأنه أنت الحلق الأضعف برج الميزان ابتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم وتعتبر هذه فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك وبتسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالح حاول تكرار المحاولات ولكن في ساعة المساء القمر رح ينتقل للحوت فبيتك السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فهنا بيبدأ العمل بتراكم تدريجيا حاولوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتنتبهوا لغباءكم وراحتكم واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي صحيا يراجع الطبيب برج العقرب بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينكم وبين أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة وممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية في ساعات المساء الأجواء رح تتحسن بشكل قوي لأن القمر رح يصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة إيجابية تستعيد إشراقتك وممكن تهتم ببعض المسائل الجمالية أو زي تجميل أو لباسك هندامك قصة شعرك مثل هاي الأمور برج القوس بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا بسرعة بديهة وخاطروا باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة بتفسر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات ولكن انتبهوا أثناء تحركاتكم أو قيادتكم للسيارة ما تبلغوا كثير بالجراءة حاول أنك تكون منضبط خلال هذا اليوم في ساعات المساء بتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبرضو ممكن يصير فيه نوع من أنواع التعاون أو النقاش ما بينك وبين أخ أو جار أو أحد أفراد العائلة برج الجديد تم فرصة لمكسب مالي بيجي عادة من عمل إضافي ومنك أشخاص ممكن أنهم يستفيدوا ماليا هدية دعم ومعي الأمور مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا استحقاق مالي أهم شنكما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل بتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أما في ساعات المساء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وهي فترة نشطة جدا وممتازة جدا بالنسبة لكم ومنكم أشخاص ممكن يخرج في نزهة قصيرة أو يكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار طبعا سرعة البديهة قوية جدا والحظوظ بترتفع بشكل ملموس برج الدلو بتبدو اليوم فترة أفضل من سابقتها بتعدلكم نشاطكم المفقود أكثر لأن القمر رح يتحرك الآن بدرجات تشمل جميع موليد برج الدلو بدو ينتقل لبرج الحوت فبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة اتدعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد برضو بعض الركود اللي كان فيه يوم أمس عليكم تتحلوا بالحكمة والواقعية للأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبممكن تحقق نجاح باهر إذا انتبهت أما بالنسبة إلى من ساعات المساء بيصير فيه نوع من أنواع الفرص اللي إلها علاقة لمكسب أو حل مسألة مالية بتيجي هاي الأمور المالية من عمل إضافي ولكن بيكتب تحذروا من أي نفقات أو خطوات مالية جديدة لسيما شراء حاجيات ثمينة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التعب ما زال مسيطرة عليكم لليوم الثاني على التوالي لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب اللي هو في الدلولة غاية ساعات المساء فحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوى تفاهم أو التباس حاذر من البدء بأي شيء جديد ما تسمح للقلق أنه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهوداتكم في ساعات المساء الأجواء رح تتحسن بشكل ملحوظ جدا فتعتبر فترة نشطة جدا بتعيد لك نشاطك المفقود وبموسعك المبادرة بخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي طاقة عالية جدا وانفراج وتقدم من خلالها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء